119. لو لا ينهىهم اللبانيون وعن الأحبى وعن قولهم الإثم وأكلهم السحط لبئس ما كانوا يصنعون عن أحداث البقيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله عفوا لانقطاع للتفضل معكم كنت تحدث عن يوم الاثنين تحدثنا عن يوم الجمعة وما فعلوه بقبات الأمن وعن يوم السبت والتجمع والعدادة التي بدأت تزيد يوم الاثنين والتوقيت كنت أشاهد عندما انقطع التليفون مشهد أعدتموه كثيرا وهذا هو أهم مشهد حصل في يوم الاثنين وكان في حقيقة الأمر أمر مقصود يعني بألا وهو وهذا التوقيت تحديدا بعد صرات العصر ما حصل أنه أخذ الشيعة الإمامية يحاولون استفزاز المسلمين في البقيع وتحديدا يحاولوا استفزاز الهيئة من أجل جرها إلى محاولة تشابق بالأيدي بدأوا يرسلون أطفالهم الصغار لنبش قبر أم البنين والمشهد الذي نشاهد هو قبر أم البنين وهي زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أكيد تحديد هذا المكان يعني كما ظهر للمشاهدين قبر عبارة عن شكل مربع ارتفاع أضلاع قرابة النص متر أرسلوا في البداية أطفالهم لجهة النبض عندما شاهدوا أن لم يكن هناك أي ردة فعل وهم كانوا يعني على ما فهمت بعد ذلك أنهم كانوا يحاولون أن يعترض عليهم عضو الهيئة ثم يقومون يضربونه لكن عضو الهيئة كما فهمت فيما بعد لأنني زرت الهيئة واستثرت عن أين كان عضو الهيئة في هذه اللحظة قال لي عضو الهيئة بالحرف الواحد قال عندما شاهدنا هذا الوضع عرفنا أن الأمور وراءها أمور أعظم فقررت أنا ومن معي أن نسحب من الموقع نعم هذا هو المشهد الذي تقصده ما حصل أنهم أرسلوا أطفالهم لجهة النبض عندما شاهدوا أن الأمر ميسر وكانوا أعداد كبيرة أخذهم وأطفالهم وهم وصغارهم بالوطع على قبور الموتى والذهاب إلى قبر أم البنين وأخذ اضطراب وجمعوا فيه جيوبهم وأخذت الصيحات كما يتبعونها من خلال التسجيل وجميع التسجيل هذا كان نعم يشاهد مشاهدون الآن هذا المشهد نعم هذا المشهد هو قبر أم البنين هذا الذي في داخل الموقع الآن نعم هم يعخذون التراب ويضعونه في جيوبهم نعم لو لاحظنا هناك أيضا مقطع آخر أكمل يا أخي تفضل نعم يعني للمرة الثانية ينقطع الاتصال فأعذرا وأعود إلى شيخ الجليل كنا نقول هل هذا من الإسلام يعني أنا كنت أسأل لماذا يأخذون التراب فبينتم لي أنهم يأخذونه تبركا أم أن الأمر أمر مختلف هو هذا الأصل أنه يأخذونه تبركا نعم لكن هم يتجاوزون قضية التبرك يعني بالنسبة للتراب الحسيني أكلونه ويستشفون منه به يعني وأن لهم أن يحصلوا على تراب الحسيني هم يتدعون هذه تجارة هناك أناس يتاجرون بالعقول أناس يتاجرون بالتراب أناس يتاجرون بالأعراب تجارات الناس تختلف وتتفاوت نعم فالقصد أن هناك يتاجرون بمثل هذه الأمور فيدعون هذا تراب أصابه دم الحسين فهو تراب مبارك ثم يأخذ والآن تراب أم البنين زوجة أمير المؤمنين علي وهي أم العباس بن علي بن أبي طالب طيب ويعتقدون أن مثل هذه الأمور تنفعهم من دون الله تبارك وتعالى يعني قليلا ما تسمع أحدهم يلجأ إلى الله بل حتى في هذه الأحداث ينادون يا رسول الله يا رسول الله أين يا الله نعم حتى لا ينادون الله ولا يستجيرون به ولا يلجأون إليه وإنما يلجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون الله جل وعلا فالقصد أن هذه الأحداث لا شك أنها لا تمتل الإسلام بالصلة نعم والله الحمد والمن يعني هذه الأحداث على ما أساءت إلينا وأحزنتنا بحيث يعني دخولهم إلى البقيع بهذه الطريقة وهذا الله أعلم بما لم نراه وما لم نسمع عنه نعم في ذلك اليوم إلا إني أعتقد أيضا أن الإنسان يحمد ربه تبارك وتأنهداه إلى السنة الصحيحة والطريقة المستقيمة يعني واحد لا يعرف صواب ما هو عليه إلا إذا رأى أمثال هؤلاء الحمقة كيف يتصرفون مع الأتربة وكيف يحملونها في جيوبهم هذا على أن الترب قد تغير ودارت عليه سنوات قريب من ألف وعلى مئة سنة البقاء الطاهرة وكيف يتعدون على الموتى أي موتى هم لا يعدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يندفنوا في البقيع يعني أطهارا هم يعدونهم أنجاسا لذلك لا منع عندهم من أن يدوسوا على أمثال هذه القبور وأن يهينوها وغير ذلك من الأمور نعم هم لا يقدسون هذه القبور أصلا نعم إذن دعنا شيخنا نبين لإخواننا هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كيف بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الواحي الرؤية الصالحة يراها في النوم ثم تكون مثل فلق الصبح هذا أول الأمر نعم طبعا هائشة رضي الله قد يقول قال ما رأت هذه الأحداث ما ولدت بعد في هذه الأحداث نعم يعني ولدت بعد ذلك بالسنوات نعم رضي الله عنها ولكن الصحابة يحدثوا بعضهم بعضا فهي سمعت من من حضر هذه إما حدثها أبوها أبو بكر أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو فاطن عبث الخطاب أو غيرهم من من أدرك هذه الفترة نعم فكان يرى الرؤية في النوم فيما تكون مثل فلق الصبح وذلك هذا يعني إرهاص من الله تبارك وتعالى أنك نبي نعم وأن الرؤية التي تراها هي وحي من الله تبارك وتعالى وذلك عندما يعني يذكروا أهل العلم أنواع الوحي يذكرون منها الرؤية الصادقة نعم الرؤية يعني يعني يرى النبي شيئا في المنام فيكون وحيا عند الله تبارك وتعالى كما وحله إلى إبراهيم لما أمره أن يذبح ولده إسماعيل مثلا فهذا أول شيء ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء عليه الصلاة والسلام يحب أن ينفرد يتأمل في هذا الكون فكان يذهب إلى غار حراء صلوات ربه وسلامه عليه وكان يتحنث يتعبد فيه الليالي ذوات العدد يجلس هناك في هذا الغار صلوات ربه وسلامه عليه واستمر على هذا فترة من الزمن حتى كان اليوم الذي قدره الله تبارك وتعالى أن ينعم به على البشرية بهذا الرجل الكريم صلوات ربه وسلامه عليه فأرسل الله إليه جبريل فدخل عليه الغار فوجئ النبي صلى الله عليه وسلام بدخوله عليه وهو في وحدته وخلوته صلوات ربه وسلامه عليه ثم يقول له اقرأ فقال ما أنا بالقارئ أي لا أحسن القراءة لأنه أمي هو الذي بعث في الأميين رسولة منهم هو أمي صلى الله عليه وسلام ويقول نحن أمة أمية الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا لا نكتب ولا نحسب فالقصد قال لا لست بقارئة أو ما أنا بقارئة قال فضمني ضمن شديدا ثم أطلقني فقال أقرأ نعم فقلت ما أنا بقارئ فضمني الثانية أشد من الأولى ثم أرسلني وقال أقرأ قلت ما أنا بقارئ ثم ضمني الثالث أشد من الثانية ثم أطلقني وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم اختفى